صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى أبواب السلم والقرض والرهم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء بدأ المصنف بذكر الأحاديث التي في باب السلم والقرض والرهم وبدأ بأولها وهي السلم والمراد بالسلم هو بيع موصوف في الذمة بثمنهم معجل نعرف أن من باع أو اشترى عينا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات أو أربع حالات لا يخلو من أربع حالات الحالة الأولى أن يكون الثمن والمثمن كلاهما حالا فهذا بيع يعني واضح أنه جائز ولا إشكال فيه وهو البيع المعتاد عند جميع الناس وقد انعقد الإجماع على جوازه أن يكون الثمن والمثمن حالا تذهب لأي محل تجاري فتعطيه الثمن ويعطيك المثمن حينئذ يجوز وهذا لا خلاف في جوازه وهو أغالب بيوع النس الحالة الثانية أن يكون الثمن مؤجلا ولكن المثمن حال يعطيه سلعة ويقول أعطيك الثمن غدا أو بعد غدا وهو الذي يسميه الآن المعاصر ببيوع التقصيد فنقول إن هذا العقد جائز بالإجماع في الجملة وأقول في الجملة لأنه سيأتي معنا إن شاء الله استثناءات في بعض الأحاديث التي سنتكرها بعد قريب إذن عرفنا أن تأخير الثمن فقط بأن يكون مؤجلا بشرط أن يكون المثمن حال جائز بإجماع المسلمين الصورة الثالثة أن يكون المثمن هو المؤجل ولكن الثمن حال فهذا الذي يسمى ببيع السلم سنتكلم عنه بعد قريب بالشروط التي سنتكرها بعد قريب النوع الرابع وهو أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجلا فأنا أسأل الآن هل هذا جائز أم ليس بجائز ذكرته قبل قريب لا يجوز بإجماع أهل العلم لأنه من باب بيع الدين بالدين من أي أنواع بيع الدين بالدين بيع الواجب بالواجب وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز إذن أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل غير حال فإنه في هذه الحالة بإجمع أهل العلم لا يجوز إذن ثلاثة صور من البيع جائزة وصورة واحدة ليست بجائزة وهو أن يؤجل المثمنان معا نبدأ بعقد السلم الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون يسلفون بمعنى يسلمون وهو باب السلم ويقولون إن الحجازيين أهل الحجاز يسمون هذا العقد سلفا وأما أهل الكوف فإنهم يسمونه سلما وجرى أغلب الفقهاء على تسمية العقد بالسلام لأن كلمة السلف تستخدم استخداما آخر فإن السلف يستخدم في كل دين ثابت على الشخص إذن فكلمة سلف يثبت على أمرين على الدين سواء كان قرضا أو غيره ويطلق على عقد السلم وإذلك الفقهاء أو أغلب الفقهاء ترك استخدام الحجازيين الذي نطق به نبي صلى الله عليه وسلم بالسلم وانتقلوا للمصطلح الثاني من باب التسهيل وهو تسميته بعقد السلم إذن فهم يسلفون بمعنى يسلمون في الثمار السنة والسنتين معنى أنهم يسلمون في السنة والسنتين يعني يأخذون النقد من الناس ويقولون سأعطيك الثمر السنة الجاية أو السنة التي بعدها فيؤجلها سنة وسنتين فيؤخر المثمن سنة أو سنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال متفق عليه أي رواه الشيخان قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف يدلنا على مسألتين المسألة الأولى أن عقد السلم جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إباحتي فقال من أسلف فليسلف فدل على الجواز وهذا بإجماع أهل العلم أن عقد السلم جائز حكاه كثير من أهل العلم أنه بالإجماع يجوز عقد السلم في الجملة طبعا بناء على اختلافه في بعض الشروطه المسألة الثانية استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونصصنا على الشافعي بخصوصه لأن الشافعية كان حجة في اللغة فإنه قد جلس سنين يتعلم اللغة عنده ذيل بجانب مكة فاستدل الشافعي استدلالا لغويا بهذه الجملة على أنه يشترط أن يكون الثمن معجلا قال لأنه قال من أسلف ومعنى أسلف في لسان العرب أي من أعطى فليعطي فليعطي من أسلف فليسلف من أعطى من أسلف دينا فليسلف أي فليعطي من أسلف دينا فليعطي إذن يجب أن يكون الثمن معجلا وهذا الاستدلال اللغوي إن عقد عليه الإجماع بعد ذلك إذن عرفنا الجملة الأولى طيب استدل أيضا بهذه الجملة في قوله من أسلف في تمر على أنه لا يصح السلم في المعينات وإنما يكون السلم في الموصوفات وإذلك قلنا إنه بيع موصوف في الذمة فلابد أن يكون السلم في الموصوفات لأن بيع المعينات مؤجلة هو من باب بيع ما ليس عندك ولا يجز ذلك فلابد أن يكون في الموصوفات سورة ذلك من باب التسهيل لو أن امرأ جاء لآخر وقال أريد منك كذا وكذا من الكيل من النوع الفلاني خمسة كاراتين من النوع الفلاني من التمر السنة القادمة واخذ المال الآن نقول إنه قال أريد من هذا النوع فحدد النوع إذن هذا موصوف يجوز لكن لو قال له أريد من ثمر هذه الشجرة فنص عن الشجرة بعينها فنقول هذا معين فلا يجوز السلم في المعينات لأنهم باب بيع ما لا يملك ومثله يقال في المستصنعات وسنتكلم عن المستصنع إن شاء الله بعد الصلاة نكمن إن شاء الله بعد الصلاة وصل الله وسلم عن نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله لله واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا عند قول النبي صلى الله وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم قوله صلى الله عليه وسلم في تمر وفي قوله في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخذ من هذه الجملة أنه أولا لا يجوز أن يكون السلم إلا في المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتفقة وذلك أن فقهاء المذهب يشتريطون شروطا في السلم أول هذه الشروط وهو أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته وعندهم أن ما تنضبط صفته لا بد أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا مما لا يختلف وأما المعدودات التي تختلف فإنه عندهم لا يجوز فيها السلم إلا شيئا واحدا مستثنى وهو الحيوان سنذكره إن شاء الله في محله وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم قوله صلى الله عليه وسلم هو وزن معلوم الواو هنا لا تقتضي الجمع كما هو الأصل فيها وإنما هنا الواو جاءت بمعنى أو أي فليسلم في وزن أو في كيل فيختار أحد الأمرين الذي يقدر به المسلف فيه ولذلك نقول إن هذا الجملة دليل على اشتراط تحديد قدر المسلف فيه فلا بد أن يحدد ويوضح مقداره وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم دليل على أنه لا بد من شرطين الشرط الأول لا بد من تحديد الأجل فلا يصح السلم المؤجل إذا لم يحدد مقدار الأجل وهذا باتفاق أهل العلم فإن السلم إذا كان مؤجلاً ولم يحدد مقدار الأجل فإنه لا يصح الأمر الثاني استدل بهذه الجملة في مشهور المذهب على أن السلم لا يصح إلا أن يكون مؤجلاً قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم فاشترطوا أن يكون مؤجلاً وبناء على ذلك فإن السلم الحال لعندهم لا يصح ويحكمون بأن هذا العقد عقد باطل والرواية الثانية في المذهب أن العقد على عين موصوفة حالاً يصح وقبل أن أتكلم عن الفرق بين السلم الحال والسلم المؤجل يجب أن نعلم مسألة مهمة جداً وهي البيع بالصفة متى تجوز ومتى لا تجوز نقول إن بيع الصفة نوعاً إما بيع عين موصوفة فحينئذ يجوز البعقد كأن يقول شخص لآخر بعتك سيارتي لكنها ليست حاضرة فيصفه لها لونها كذا وهيئتها كذا هذا يسمى بيع الصفة فحينئذ يجوز وإن لم تسلم العين فيه هذا واحد الحالة الثانية أن يكون بيع الموصوف غير معين بيع الموصوف غير معين بعتك خمسة كيلوات من الرز الفلاني أو من التمر الفلاني أو غير ذلك من الموصوفات فإذا كان الموصوف غير معين فإن مشهور المذهب أنه يصح بيع الموصوف سواء كان في ملكه أو في غير ملكه مطلقاً لكن بشرط واحد وهو أن يكون التقابض في مجلس العقد فإن تفرق من مجلس العقد فإننا نقول إن العقد غير صحيح إلا أن يكون سلماً بأن سلم الثمن بأن سلم الثمن معجلاً وذلك هذه المسألة التفريق بين هاتين الصورتين هي التي أشكلت على بعض طلبة العلم في قضية كيف أن الفقهاء الحنابلة يقولون إن السلم الحال لا يصح وفي نفس الوقت يصححون بيع الموصوف ما الفرق بينهما؟ نقول إن بيع الموصوف أشمل من بيع السلم فإن بيع الموصوف يصح مطلقاً سواء كان في ملكك أو ليس في ملكك بشرط التقابض في مجلس العقد وأما السلم فإنه يكون بيع موصوف خارج مجلس العقد فلا بد فيه من وجود الشرط والشرط ما هو وهو قبض الثمن طيب إذا عرفنا هذه المسألة وهو بيع الموصوف أنه على نوعين غير المعين طبعاً المعين تهل من أنه يجوز حتى وإن كان الثمن غير موجود إذا عرفنا أن بيع الموصوف له صورتان كما ذكرت لكم قبل قليل فإن السلم منهما وهو الذي يكون في تسليم المثمن في غير مجلس العقد المذهب أنه لا يجوز إلا أن يكون مؤجلاً بمعنى أن يوضع له أجل فتبيعه مثلاً قطع غيار مثلاً أو شيئاً من الموصوفات سنتكلم عن الموصوفات في السلم بعد قريب فتقول له سأسلمك إياها غداً أو بعد غد بل إنهم عندهم قيد في الأجل فيقولون لا بد أن يكون أجلاً مؤثراً في السعر ليس أجلاً غير مؤثر في السعر مثل اليوم واليوم بل يقول لا بد أن يكون أجلاً مؤثر في السعر كالشهر ونحوه الذين يقولون بالسلم الحال يقولون يجوز أن تبيع موصوفاً بثمن معجل ولا تسلمه إياه في مجلس العقد بل تخرج وتأتي بالبضاعة وتعود مثال السلم الحال رجل يذهب لمحلات قطع الغيار مثلاً فيقول أريد أن أشتري منكم القطع الفلانية فيذكر لهم صفتها ورقمها وهي متميزة فحينئذ يقول له صاحب المحل نعم أعطينا الثمن وأعطيك هذا المعقود عليه فيأخذ منها الثمن ثم يذهب لجاره أو للثاني أو للثالث ويشتريها منه على المذهب ما يصح والسبب أنه لم يقبضه هذه القطع الغيار في مجلس العقد لأنه بيع موصوفه بيع الموصوف الذي لا يملكه لا يجوز إلا أن يكون في مجلس العقد التقاض فإن كان سلماً لا بد أن يضرب له أجل فعلى المذهب أن هذا العقد غير صحيح وعلى الرواية الثانية التي يصححون فيها بيع السلم الحال يقولون إن هذا العقد صحيح العقد صحيح ولكن هناك قيد عندهم يذكرونه وهو أنه يشترط في السلم الحال أن يقدر على تسليمه غالباً بأن يكون متوفر في السوق ويغلب على ظن الباع أنه موجود عنده أختم بجملة وأظن أنه نقف عندها اليوم مع أنه كان كنت مخطط أن أنهي الباب لأنه يبدو أني رهقت شوي نقول إن عقد السلم له شروط سبعة نعم فضل أنا تكلمت قبل لشيخ لما ذكرنا حديث حكيم بن حزام وحديث غيره بيع ما لا يملك قلنا إن المذهب يقولون إن قوله لا تبع ما ليس عندك معناها لا تبع ما لا تملك وقلنا إن الرواية الثانية تقول إن قوله لا تبع ما ليس عندك لا يدل على أنه لا تبع ما لا تملك المذهب إنما استثنوا من بيع ما لا يملك صورتان بيع السلم وبيع المنصوف إذا أقبض في مجلس العقد وعندهم طبعاً ما وكل أو أذن له في بيع فقط وعلى الرواية الثانية توسعوا في بيع ما ليس في ملك الشخص ومنها بيع السلم الحال هذا سؤالك شرط القبض في المجلس لماذا يبيعه موصوف في الدم وهو موجود عنده نعم لا يكون غير موجود يرسل خادمة يرسل ابنه يأتيه بالبضاعة احنا قلنا يا شيخ لخيار المجلس مجلس العقد يمتد ساعات أعيانه خمس ساعات عشر ساعات يمتد يوم كامل إذا نام بجانبه وما خرج من الغرفة مجلس العقد يمتد يطول وليس بالقصير يرسل شخصاً يأتي بالبضاعة ويعود السلم الحال هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل زين فقول موصوف في الذمة ليس مؤجل لأجل معين فقد يقول سلمنيها الآن أو بعد قريب لكن لو سلم في المجلس هذا بيع موصوف بيع الموصوف أشمل من بيع السلم بيع الموصوف منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع ولي قلت لكم إن بيع الموصوف إما أن يكون التقابض في مجلس فيجوز مطلقاً إذا كان التقابض في غير مجلس فلا يجوز إلا بشروط السلم السبعة سأذكرها بعد قريب على المذهب ولا عند غيرهم على المذهب لا أكثر من شرط الشرط الأول أنه يشترط فيه أن يكون يقبض الثمن في السلم بيع الموصوف لا يشترط قد يكون في قبض بيع موصوف أنا وياك مجلس في المحل التجاري فتقول لي أنا أبيع مثلاً خلق لك أبيع رز فقلت لي أريد كيسير رز بثمن مؤجل شف أنت منك بثمن مؤجل أقول طيب فأذهب وأرسل العامل ويأتي بالرز من المستودع هذا أبيع موصوف غير حاضر في المجلس غير معين الثمن ما هو مؤجل بينما لو قلنا إنه سلم ما جاسه إذن يشترط فيه السلم أول شيء أن يكون هناك ثمن معجل أن يكون هناك تقابض في المجلس لأن ثمن معجل سأذكر الشروط بعدها قريب أن يكون الموصوف وصفاً يصلح في السلم طبعاً الشرطة لموجود في كل الموصوفات أن يكون هناك التأجيل وسأتكلم عنها بعد قريب طيب نقف عند مسألة أخيرة وهي شروط السلم وأقف عندها يعني أشرح الدرس القادم وأنا مرتاح أكثر شروط المذهب المذهب يشترطون في صحة عقد السلم سبعة شروط وكما قلت لكم يجب أن نفرق بين أمرين بين بيع الموصوف وبين السلم بيع الموصوف أشمل من السلم بيع الموصوف أشمل من السلم فيشمل السلم وغيره فإن كان هناك تقابض للمثمني في المجلس العقد فإنه يجوز مطلقاً سواء كان في ملكك أو لسه في ملكك وإن لم يكن هناك تقابض في مجلس العقد فتشترط فيه شروط السلم السبعة لأنه يكون سلماً حينئذ أول شرط من شروط السلم أنه لابد كما ذكرنا قبل قليل أن يكون المسلم أو العين المسلم فيها منضبطة في صفتها منضبطة في صفتها وقلنا إن المذهب يرون أن انضباط الصفة يكون بأحد ثلاثة أمور إما بالكيل بأن يكون من المكيلات أو بالموزونات أو أن يكون من المعددات والمذرعات التي لا تختلف طبعاً المذرعات يقصدون بها القمش المذرعات والمعددات التي لا تختلف الرواية الثانية في المذهب طبعاً ولا يستثنون من ذلك ألا شيئاً واحد وهو الحيوان لورود النص به وسيأتي الرواية الثانية في المذهب أن السلم يجوز في كل ما تنضبط صفته وعلى الرواية الثانية أن انضباط الصفة تقريبي لا تقديري ليس تقديرياً وإنما هو تقريبي فكل صفة تقريبية فإنه حينئذ يصح أن يكون السلم عليه قال لأن انضباط مئة بالمئة نادر في ذلك الوصف التقريبي وذلك يتوسعون جداً على الرواية الثانية في المصنوعات فالمذهب على سبيل المثال يرى أن عقود الاستصناع ما تصح المذهب ما يصح عقد الاستصناع لأن عقد الاستصناع إنما هو في شيء غير منضبط ليس من المصنوعات عندهم غير منضبط على الرواية الثانية يقول لا أن عقود الاستصناع تصح لأنها منضبطة في الصفة على سبيل التقريب يأتيك الثوب صح أنه قد ينقص شيء يسير ملي مليين لكن في الغالب أن هذه الأوصاف منضبطة فيه إذن هذا الشرط مهم جداً معرفة الخلاف فيه والخلاف فيه فيه توسعة كبيرة على النس في كونه يشمل غير هذه القيود الأربعة ذكرناها الكيل والوزن والذرع والعد في المعددات غير المختلفة وأن انضباط الصفة ليس لازم أن يكون يعني انضباطاً تفصيلياً وإنما هو انضباط تقريبي هذه مسألة المسألة الثانية أو الشرط الثاني عندهم أنه لا بد أن يذكر في العقد جنس المعقود عليه وهو المسلم فيه جنسه ونوعه لأن ذكر الجنس والنوع مهم فيذكر أنه تمر من النوع الفلاني بر من النوع الفلاني حديد من النوع الفلاني الحديد أنواع وهكذا أيضاً من الأشياء المهمة وهذه مسلمة بين أهل العلم وهو الشرط الثالث أنه لا بد من معرفة مقداره كم مقداره كم كيلو إذا كان من الموزونات وكم كرتون إذا كان من المكيلات وكم متر إذا كان من المذروعات وكم حبة إن كان من المعدودات وهكذا إذن معرفة قدره أيضاً من الشروط وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا بد من ذكر الأجل إذا كان مؤجلاً على المذهب أنه لا بد من ذكر الأجل مطلقاً لأنه لا بد أن يكون مؤجلاً وعلى الرواية الثانية يذكر الأجل إذا كان مؤجلاً لأنه يصح عندهم أن يكون السلم حالاً الفرق بين الرواية الأولى والثانية في ذكر الأجل أو في هذا الشرط من جهتين الجهة الأولى أنهم يقولون لا بد من ذكر الأجل مطلقا وأما الرواية الثانية فإنهم يشترطون ذكر الأجل إذا كان فيه أجل وإلا فإنه يصح السلام الحال الفرق الثاني أن فقهاء المذهب يقولون لا بد أن يكون الأجل مؤثرا في السعر وأما الأجل الصوري يوم ويومين فهو قريب من سلام الحال فيمنعون منه وأما الرواية الثانية وهي التي عليها عمل الناس الآن فإنه يجوز مطلقا القيد الخامس وهذا باتفاق الروايتين أنهم يقولون يجب أن يكون موجودا غالبا عند محل التسليم لا بد أن يكون موجود عند محل التسليم الشرط السادس أنه لا بد أن يكون الثمن مقبوضا عند العقد لا بد أن يقبض الثمن عند العقد الشرط السابع هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم على الرواية الأولى والثانية وهو أنه لا بد أن يكون السلم في الذمة وبناء على ذلك فإنه لا يصح السلم الحال على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية يصح السلم الحال الرواية الثانية ذكرها المصنف وهي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء بينما الرواية الأولى فيها أنه من أسلف في تمر هذه الرواية تدل على أن السلم ليس مخصوصا بالثمار فقط بل هو أشمل من ذلك وإذلك لما ذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية وتفرد البخاري بها قال هذه الرواية أشمل وقد استدل بها على دخول السلم في غير المكيلات والموزونات يهمنا هنا مسألة معنا أن فقهاء المذهب يرون في مشهور المذهب أن المعدودات المختلفة التي تختلف أحجامها لا يجري فيها السلم إلا نوعا واحدا فقط وهو الحيوان لورود النص به وما عدى الحيوان فإنه لا يجري فيه السلم من سائر المصنوعات فكل عقود للصصناع على مشهور المذهب لا تسح أما الرواية الثانية من المذهب كما سبق الإشارة لقاعدتها ومناطها أنه يصح السلم فيما يمكن ضبطه فما يضبط على سبيل التقريب فإنه يصح فيه السلم لعموم هذا الحديث من أسلم أو من أسلف في شيء من أسلف في شيء فيشمل كل شيء سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا إن أذنتم لنقف هنا لعلى نقف هنا لنقف هنا شوي تعبت شوي ماذا جانب أسأل الله عزيزي للجميع التوفيق والسداد نأخذ أسئلة بما ننتهينا مبكرين في شيء يتعلق بالدرس درسنا اليوم سمي شيخي نعم بيع العراية يا شيخ المشتري أو البائع يا شيخ البائع نعم لا ما يلزم البائع لا ننظر لحاجته قد يكون تاجر قد يكون من أتجر الناس عندهم مزارع كثيرة جدا وناس يشترون بالنقد وناس يشترون بالعراية عن طريق التمر نقول العبرة بالحاجة بالمشتري على مشور مذهب الرواية الثانية يقول لو كان هو فقير ومحتاج حينئذ أيضا يجوز لهم فعلى مشور مذهب يقول لا ننظر لحاجته وعدم حاجته لأن أصلا الشيخ الذي عنده رطب ما يكون محتاج التمر قد قاعدة الرطب أغلى من التمر يبغى يأكل يأكل تمر ما يأكل رطب التمر أرخص حاجة المشتري ما معنى حاجة المشتري المشتري يريد رطب يريد رطب يعني الناس يحتاجون التفكه ترى يا شيخ الناس إذا أكلوا نوعا واحدا من الطعام ملوه وقديما في الزمان الأول يجلس أيام ما يأكل ما عنده إلا الأبيضان التمر والماء فيريد أن يأكل شيئا آخر ومعلوم أن البدن إذا احتاج شيئا يعني غذائيا تلهف له وذلك الرطب يعني كقيمة غذائية أعلى من التمر كما هو معلوم فعند وجود الرطب الناس يحتاجون لأكل الرطب ملوا من التمر الفقراء وليس عندهم نقد فلهم حاجة في الرطب فحينئذ نقول يجوز لكم أن تشتروه لكن بكيبه فأحيانا قد يكون صاعين ما نقول صاعين خلنا نقول ثلاثة آصع رطب تعادل صاعين فقط تمر هم الناس الرطب أغلى من التمر أن تعرف هذا الشيء لأن التمر هذا حويل له سنة كاملة سيكون سيكون قديم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز لكم إلا بالتماثل فغالبا غالبا أن البائع يكون له نوع إحسان غالبا ليس دائما غالبا له نوع إحسان فالحاجة إنما هو إلى المشتري ليست البائع مثل شخص آخر عنده زبيب وتمر عندي زبيب كثير لكن أبي أبي عنب فنقول قدر العنب يابسا بالزبيب ثم خذ مكانه زبيب فيكون أكثر ما وضح أعيده لا مي من الإعارة ليست من الإعارة العرية معناها كأنك ما يعني العرية في أصل لغة العرب أنني أعطيك أقول هذه النخلة كلها مجانا عرية عرية يعني زي ما تقول مفعولة يعني زي الهدية كأنها عرية لينتفع بها أعطيتك نخلة لتنتفع بها وهو تأكل ثمرها فهي مفعولة النخلة لكن نقلت لهذا العقد نقل معناها العرية نقل لهذا الشيء لأن صورة العقد هي مزابنة المزابنة حرام المزابنة هذا البيع بيع العرية بيع مزابنة في الحقيقة استثنيت منه العرية استثنت العرية من المزابنة ما وضحت وضحت شيخنا زاكر الله خير سمي شيخي في كيلم معلوم عين معلومة نعم لا عين معلومة ما معنى معلومة معينة قصدك هذا مبسلم يا شيخ هذا بيع بيع عادي يعني مثل إيش أعطني مثال بيعتني شماغك شماغ اللي أنا أعرف هذا بيعتك شماغي بيع عادي يجوز معين إذن هي معينة ولا موصوفة لكن استراطك لهذه السنة شف عندنا صورتين انتبه من باع معينا قد يكون أجل التسليم قال أنا أريد أن أنتفع بها سنة أو شهر هنا البيع بات وصحيح ولكن هذه الباب الثنية استثنى من فعتها سنة هذا يجوز هذا ثنية استثنى الصورة الثانية يقول بيعتك لكن خلال هذه السنة المعينة لي بعد سنة كلك نقول هذا ما يجوز لأن بعد سنة ما تدعوش تسير عليه المعينة قد يطل في الشماغ الدابة قد تموت كيف نقول إن السنة الماضية كلها في ملكك فذلك المعين ما يجوز بيعه إلا حالا ما يجوز مؤجر إلا في السنة فقطه بيع الموصوفات المعين يعني بعتك بيتي بعد سنة إذا ليس بيع هذا وعد يسمى وعدا متى يجوز إذا كان البيع باتا واستثنية واستثنية المنفع يجب أن نفرق بين الصورتين لنشوف بعض الأخوان لما يشرح لما يمنع من بيع المعينات مؤجلة يمنع حتى من الاستثناء يجب أن نفرق بين البيع البات وفيه الثنية ونهى عن الثنية إلا أن تعلم طيب وعن تأجيل البيع يقول البيع الآن هذا العين لي ملكي ويترتب عليها الضمان يترتب عليها النتاج يترتب عليها النماء بعد سنة هي لك هذا فيها غرر كبير جدا فذاك لم يصح بيعها الموصوف يجوز لأن الموصوف لو بعتني شماغ البسام انحرق شماغ الذي عليك تقدر تشتيره واحد من السوق فالموصوف يجوز وبيعه مؤجلا أما المعين ما يجوز بيعه مؤجلا فيجب أن يكون بات ولكن مؤخرة تسليم ما فيش كان ما قضلته ترتب عليه الميراث ترتب عليها مسائل كثيرة جدا ليست بالسهلة هذه مسألة صحيحة دقيقة أنت أحسنت فردني قلتها في الدرس في قضية الفرق بين الصورتي لكن علي إن شاء الله السبوع القادم وأكدها بإذن الله عز وجل سمي شيخ راهيم لا واذاك سيأمر معنا ولم يكن يسألون أعندهم نخل أم لا أعندهم زرع أم لا قد أنا أكون أنا هنا ما عندي لا نخل ولا عندي شجر ولا شيء إذا جاء وقت الموسم مثلا أنا أنت طلبت مني مثلا تمر مثلا إذا جاء الموسم أروح أشتيكم السوق وأعطيك يا هيجوس طلبت مني مثلا إذا قلنا بالتوسع مثلا طلبت مني سيارة أعطيتني خمسين ألف قلت لي في شهر ذل حجي يعني بعد ستة شهور تعطيني هاي لوكس مدير خمسة وتسعين أم خمسة وتعطاحد الفين و خمسة عشر مثلا ما أطلع الفين و خمسة عشر خلن أقول لكم خمسة عشر إنه معلوب لأن الجديد لا تعرف شكله يجب أن يكون موصف وصف يعني واضح تضع مواصفات جديدة لم تخرج في السوق يمنع بالسلام تعطيني مثلا هاي لوكس مثلا الفين و و عطع عشر اللون إذا كان لون مؤثر عادي ولا تمتيك كذا كذا المواصفات العامة قطعا أنه سيكون الآن لو هاي لوكس مثلا الآن بعد تسعين لما أخذ منك النقد وأعطيك هاي لوكس بعد ستة شهور سيكون أقل بكثير سأخذ منك الآن سبعين أو ستين يجوز أروح أشتريك من السوق وعطيك هاي هذا إذا قلنا في المصنوع طبعا الرواية الثانية وهي التي يعمل بها الناس الآن بما يشترط أن يكون مكيد أو موزون أو مذرور لا الرواية الثانية الرواية الثانية الآن يشيء كل الناس بلا استثناء يقعون في الاستثناء كل الناس يعني المذهب الكتب المذهب يعني المتأخرين لما أرادوا أن يتكلموا عن تحريم الاستثناء يقول ونص القاضي يقصدون أبا يعلى وأصحابه على حرمة الاستثناء وعدم صحته أو يقولون عدم صحت عقد الاستثناء هذا يدل لك على أنهما جزموا وذلك المرداوي لما ذكر كلام القاضي طبعا تكلم تأخرين مثل المنصور والإقناع والمنتهى المرداوي لما ذكر كلام القاضي وأن هذا كلام الحنابلة وصاحب الفروع ذكره قال المرداوي قال ولكن عمل الناس على عقد الاستثناء في زمان نهال زادت عقد الاستثناء أكثر زادت أكثر عن زمان الأول بكثير يا شيخ بكثير لكن يقول أن الاستثناء هو صورة من صور السلام طبعا المالكي الحنافي أن الاستثناء عقد منفصل عن السلام فيجئزونه الحنابلة يقول أنه صورة من صور السلام لكنه محرم لاختلاف شرط الرواية ثلاثة يقول أن собственно صورة من صور السلام لأن هذا الشرط يجب أن نحوره بعض التحوير سنفذ الشيخ هذه قاعدة عندهم ما معنى هذا التلفيق نعم ما يصح بطلن صلاة لا 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 ما تبطل الصلاة وذلك يقولون في أدعية في الصلاة فيها تلفيق مثل الذي يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويزود من هنا ومن هنا فيقول التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات زاد الزاكيات حديث ابن علي الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات المباركات من حديث ابن عباس والزاكيات من حديث علي ثم زاد الجمل وذلك الفقه يقول ولا يجوز له أن يجمع لكن لو أتى بها هي أحاديث وردت وجمعت فلا يجوز التلفيق في الأقوال وذلك لا يجمع بين حديث ابن عباس وبن مسعود وحديث علي في الصلاة الإبراهيمية هل ينبني على بطلان الصلاة ظاهر كلامهم أنه لا يبطل على الصلاة أضم نصه على أنه لا تبطل لا تبطل إلا أن يكون عالم بالتحريم وتعمده من غير تأويل هذا مسألة ثانية صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام صحيح مع العيشة مع إمام النصري العيشة صح نعم هذا كان هو للشيخ تقي الدين كلام فهم في موضعين له كلام في موضع أخذ منه أنه يقول يجوز وله كلام في موضع آخر صريح أنه لا يجوز بل أن الشيخ تليس يقول نحن ذكرنا أن التتابع بين الصلاة أو التتابع الترتيب بين الصلاة على المذهب يسقط في ثلاث حالة أو أنتكلمنا عنها هنا أو لا أدربة أنتكلمت فيها هنا يوم الأربعة ما أدربة قلتها ما أدربة قيل في الكتاب التتابع الترتيب بين الصلاة يسقط في ثلاث حالة على المذهب الحالة الأولى إذا نسي الصلاة الأولى حتى انقضت الصلاة الثانية الحالة الثانية إذا ضاق وقت الاختيار عن الثانية ما يكفي إلا لها فمن هي يسقط التتابع الحالة الثالثة يوم الجمعة خاصة في موضع رابع ذكر الشيخ تقيدي وهو لكي لا تفوت صلاة الجماعة فمن حضر صلاة الجماعة وقد فاتتهم الأولى سقطت ترتيب بينها عند الشيخ نص عليها في موضعين صراحة جزما الآن الذي يقول أن الترتيب يسقط الترتيب بين الصلاة يسقط الذي هو قول عامة أهل العلم إلا مالك يقول أن الترتيب يسقط بين الصلاة لأجل إدراك الجماعة هل هذا الشخص يقول إنه يجوز أن يصلي المؤتم الذي أفعاله أقل من أفعال الإمام أسقط لك الترتيب وهو أخطر فدل على هذا يؤيد القول الثاني للشيخ تقيدي أنه إذا كانت أفعال المأموم أقل من أفعال الإمام فإنه لا يصح اتمامه به طبعا من مشايخنا من كان يرى هذا الشيخ مباز كان يرى هذا الشيخ ثم تراجع عنه ولا أقول لك أنا قلت لك لكن حدثنا الشيخ عبدعيز بن الشيخ مفتي أنا بن باز قل تراجع لنا وقال لي أنا تراجعت عن هذا المسألة نعم المذكور في الكتب هذا لأن أنا في الدرس قرأت لمرت بحث ورقتين عن هذا المسألة كلام الذي نقله ابن المنذر ونقله أهل العلم في هذا المسألة لكن تراجع إن قل لي الشيخ عنه وكنت في الدرس كنت قد بحث هذا المسألة وذكرت لقول الجمهور في المسألة الشيخ بن عثيمين طبعا نفس الشيخ رأي هو الذي ينسى بالشيخ تقييم لكن مشورة بالحنابلة المالكية الشافعية الحنفية ما تصح الصلاة طبعا كل الله مأخذه فبعض مأخذهم بعضهم يرى أن المأخذ لأجل اختلاف النية وبعضهم يرى اختلاف الأفعال وبعضهم يرى اللي قلت قبل قال يا شيخ نقصان الأفعال لاختلاف الأفعال نقصان الأفعال فيرون أن نقصان الأفعال لا يصح وأما اختلاف الأفعال بأن يكون الإمام أقل يجوز لما كان مسافراً فصل الصحابة خلفه مقيم هذا هو الأحوض يا شيخ القياس على صلاة الخوف لا يصح لأن صلاة الخوف أصح من أنه لا يقاس عليها غيرها من جهة من جهة أخرى أنها جاءت استثناء وما جاء استثناء لا يصح القياس عليها هل أحد يقول أن صلاة تصلى ركعة واحدة جاء في بعض الألفاظ أن تصلى ركعة واحدة مر معنا أن المؤمن صلوا ركعة واحدة ونصرفوا لا أحد قال هذا ففي فرق بين الخوف وغيرها لا 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 فيه فيه أحد الصيئة تصلى ركعة واحدة وسلمه سقطت فيه يعني فرق ولا يسجد حاجة سمشيخي مش للفرق هذا كلام لعنها قبل يا شيخ قبل قبل سبقت هذه الجملة الفرق بينهما بيع ما لا الحديث جاء بيع ما ليس عندك أما بيع ما لا تملك فليس كذلك نقول إن بيع ما لا تملك متى يكون محرما إذا كان معينا عينا المعينات لا يجوز أن تبيعها إلا أن تكون في ملكك إلا أن تكون موكلا أو وصيا إذن المعين لا يجوز بيعه إلا أن يكون في ملكك ماشي بيع الموصفات نقول بيع الموصفات يجوز وإن لم يكن في ملكك فكل الموصفات يجوز بيعها ما لم تكن وإن سواء كانت في ملكك أو لم تكن في ملكك لكن ما الفرق الفقه يقولون إذا لم تكن في ملكك فلا يجوز بيعها إلا أن تسلم في مجلس التعاقد فإن لم تسلم في مجلس التعاقد فيشترط فيه شروط السابعة السابقة طيب الرواية الثانية يقولون لا نجوز حتى أن يكون سلاما حالا إن شاء الله سأعيد هذا الدرس القادم يعني يكون أريح شو سمشيخ أبنا ألا يكون شيخ الفقهاء استدلوا زي ما قلنا قبل قليل أنهم قالوا أن هؤلاء اشتكوا الأنصار الحديث محمود بن لبيت من صح الحديث مع أن بن عبدالهادي يقول لم أقف عليه لم أجد لهم سنادا لا في الصحية ولا في غيره اشتكوا لم يكن لهم هذا فهذا دليلهم إنه لا مال عندهم قالوا لأنه بدل رخصة والرخصة تكون عند فقد المبدل عنه فالأصل هو البيع بالنقد فلا يصار للمباح إلى غيره إلا عند العجز فالرخصة عنده وجود وجود الحاجة من الحاجة عدم وجود النقد في شيء؟ شيخ فاتح ما في شيء شيخي طيب أنا أعذرون اليوم كان بودن في الباب كامل وهذا اللي في ذهني لكن شوي قصرت لكن إن شاء الله درس القادم أستعجف الكلام ليس كثير اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر